نروح بقى لأحمد عبدالقادر شمعنا حكاية مع أحمد عبدالقادر يلا دي حكاية كبيرة أه حكاية كبيرة ده حكايتين كبير طيب أحمد عبدالقادر أحمد عبدالقادر والقرار وقف هنا وقف هنا اتكلمنا على القرار والتحركات وأن أحمد عبدالقادر عنده مشكلة لما بيخشش انصيد لا تحت لا تحت جوه الملعب عشان يدي المساحة العالم على له أنه يطلع في المباراة اللي فاتت ولا بيدخل جوه الـ 18 وعنده مشكلة إمتى يعدي واحد على واحد وإمتى يشتغل مع المجموعة كملها لي كمل لي الهدف هنا زكاء جدا في التعامل مع عمر براوي كمل بس هو قفن هو قفن هو قفن هو قفن هو قفن والريسكي ديسيجين أو القرار اللي فيه خطر بص بقى عنده كم اوبشن انه يعمل باس تلاتة عنده اوبشن من محمد شريف جوه الستة عنده اوبشن بره الـ 18 وعنده اوبشن صعب انه يحطها في الدقيقة بالشكل ده خد الريسكي باس خد الريسكي ديسيجين أو القرار اللي فيه مخاطرة اه يعني لو ضاعت كان هيز على اوش اه ازاي تعمل كده طبعا طبعا وهنا دي دايما رسالتنا للجمهور ما تحكمش على الكرة ضاعت ولا ما ضاعتش اه طبعا نحكم على الجودة جودة الانهاء بتاع الراجل انه حطاها من زاوية صعبة بالطريقة دي خلته جول شكله حلو قوي لكن ما تحكمش عليها ليه مرسيل كولر احيانا بيسيب احمل عبدالقادر ويديه وقت قطره نهاردة في دي معظم المباراة موجودة في الملعب لان احمل عبدالقادر هو بيستني منه قرارات دي هو معجب جدا بقرارات دي لكن كان في جالسة جامعة مرسيل كولر بحمل عبدالقادر بعد أمرات الزهب واتكلم عبدي في القرار وجودة القرار ما بقولكش طول الوقت باس ومتعملش واحد على واحد ومتعديش لان انا بسويك في المالعب عشان قدرتك الفردية لكن انتقي امتى تعملها كملها لي بقى رسوعتها هلو كلمتين دور من كلها لعبدالعادر طبعا مهمين ودي الجول